اشتركوا في القناة على فراش المرط قبل ان يستشهد رزية الخميس التي تعرف بهذا العنوان هي عملية نقض صريح واضح لبيعة الغدير في محضر رسول الله بل ان عمر بن الخطاب تجاوز بكل وقاحة على رسول الله وما هي بوقاحة انه الكفر بعينه حين قال ان الرجل لا يهجر ان الرجل لا يهذي هذا هو الكفر بعينه لانه كفر بكلام الله سورة النجم شاهدة فان رسول الله لا ينطق عن الهوى لا ينطق عن الهوى لا في حال صحته ولا في حال مرضه لا ينطق عن الهوى فكيف يوصف بانه يهذي كيف يوصف بالهذيان هذا كفر بما جاء في كتاب الله كفر صريح واضح فكتاب الله صريح من ان محمدا صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى انا لا اريد ان ادخل في تفاصيل هذا الموضوع فهو خارج عن موضوع هذه الحلقات لكن عملية نقض بيعة الغدير كانت واضحة واضحة جدا في رزية الخميس كما تعرف في كتب مخالفي اهل البيت في كتب النواصب في كتب نواصب سقيفة بني ساعدة ولذا فان رسول الله صلى الله عليه وآله طردهم طردهم اخرجهم من بيته اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فان النبي صلى الله عليه وآله قد نفذ ما بينه للأمة من أن الذي يعادي من أن الذي من أن الذي يعادي الغدير هو عدو لله وهو عدو لي ولذا طرده طرده فان محمد صلى الله عليه وآله كان يريد أن يكتب سكا عليهم لتأكيد بيهة الغدير هذا هو الذي أراد أن يكتبه محمد صلى الله عليه وآله في ذلك الكتاب الذي رفض الصحابة أن يكتب عليهم وفيما بينهم حكاية رزية الخميس يعرفها نواصب سقيفة بني ساعد ويعرفها غيره نقض بيهة الغدير وبدأ أمير المؤمنين يعد للسيناريو الثاني سيناريو القربان قربان محمد وآل محمد نتمنى ندعو نتوسل بإمام زماننا أن يكون هذا البرنامج هذا السيناريو هذا السيناريو لا زال مستمرا وأن نكون جزءا منه أما إذا قرر صحب العمر أن يطوي هذا السيناريو باتجاه السيناريو الثالث ويل ويل لنا ويل لنا ويل ويل لنا في هذه الدنيا وويل لنا في الرجعة العظيمة وويل لنا في الآخر في القيامة الكبرى السيناريو الثالث السيناريو الذي يجري بعيدا عن الغدر الأول وعن الغدر الثاني فهناك غدر بالغدير الأول وهناك غدر بالغدير الثاني الذي هو زبدة مضمون السيناريو الثاني سيناريو القربان فهناك غدر في سقيفة بني ساعدة وهنا غدر في سقيفة بني نجف يتحرك برنامج الإمام باتجاه السيناريو الثالث سيناريو اليوم الأخير المضمون الذي جاء في حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم من أنه لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا لو لم يبقى إلا يوم واحد فإن الله سبحانه وتعالى سيطوله وسيكون وسيكون يوما طويلا طويلا إنه اليوم الأول من أيام الله فكيف لا يطوله طويلا إنه يوم القائم فإن الله سيطوله إنه اليوم الأول من أيام الله إنه يوم القائم كي يقوم القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه وهنا فإن إمامنا لن يكون في حاجة للشيعة مطلقا إلا الذين يستثنيهم صلوات الله وسلامه عليه وهم قلة قليلة جدا من كل هذه الملايين فإن الإمام سيعتمد في برنامجه في السيناريو الثالث على قلة قليلة جدا من خواص شيعته ويعتمد اعتمادا كبيرا على الملائكة وعلى مخلوقات أخرى من ساكن الفضاء حدثتنا الروايات عنهم وأخبرونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أخبرونا عن أحوالهم وأوصافهم وشؤونهم في رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم وقد حدثتكم عن هذه المضامين في برامج المختلفة المنتشرة على شبكة العنكبوتية فهذا العنوان لهذا السيناريو أخذ من كلماتهم إنه اليوم الأخير من العمر الافتراضي للدنيا وسأحدثكم عن هذا الموضوع في قادم الحلقات لكما يحدثكم الفوالون والمنجمون سأحدثكم بحديث العلم بحديث العلم الرصين وبحديث المنطق العلوي فهذه الظواهر الطبيعية والتي سأحدثكم عنها تشير بشكل وآخر إلى أن الدنيا إلى أن الأرض بدأت تقترب من نهاية عمرها الافتراضي أنا أتحدث في أفق الاحتمالات في أفق الاحتمالات العلمية الرصينة وفي أفق المفاهيم المستلة من المنطق العلوي أحدثكم في هذه الآثاق وفي هذه الاتجاهات فلربما أصبحنا قريبين من نهاية العمر الافتراضي لعالمنا هذا حينما أتحدث عن نهاية العمر الافتراضي لعالمنا هذا لأرضنا هذه لا يعني أنني أتحدث عن نهاية العالم مثلما يتحدثون في الأفلام السينمائية أو في الروايات الأدبية أو فيما يتحدث به المنجمون والعرافون والفوالون إنني أتحدث عن أن الأرض لن تكون صالحة لاستمرار العيش فيها وهذا سيجر من الويلات على أهلها ما يجر لا يعني أن الحياة ستنتهي فإذا ما وصلنا إلى هذه النقطة فإن ذلك يشير إلى أن السيناريا والثاني قد لملم الإمام الحجة أطرافه وتحرك برنامج سيره باتجاه السيناريو الثالث لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم كي يقوم قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه هناك من القرائن وحين أتحدث عن القرائن فإن القرائن ما هي بأدلة قطعية كاملة القرائن جمع لقرينة والقرينة تعني أنها معطا من المعطيات التي تكشف عن جانب من الحقيقة بدرجة من الدرجات قد يكون ذلك الانكشاف صحيحا لكن الخطأ والاشتباه في فهمنا نحن في فهم أنا وفي فهم غيري والقرينة لوحدها لا تشكل دليلا كاملا ولا تشكل كاشفا كاملا لكنها تجمع إلى قرائنة أخرى فبعد أن تجتمع القرائن يمكننا أن نستكشف جانبا مهما من الحقيقة التي نتحدث عنها هذه القرائن منها ما يرتبط بثقافتنا وعقيدتنا الدينية ومنها ما يرتبط بالعلوم المختبرية التي أثبتت صدقها وصحتها أتحدث عن صدقي وصحتي تلك العلوم المختبرية ومن القرائن ما يرتبط بواقعنا الشيعي الذي نعيشه ومنها ما يرتبط بالواقع الإنساني عموما في عالمنا الأرضي الذي نحيا فيه سأستعرض لكم مجموعة من هذه القرائن التي توصلنا إلى استشعار أن السيناريو الثاني بدأ يلملم أطرافه ومن أننا سائرون باتجاه السيناريو الثالث وويل لنا إذا كان الأمر هكذا الموضوع موضوع دقيق أتمنى عليكم أن تتابعوا هذه الحلقات لأنكم ستسمعون من الحقائق التي ما سمعتم بها سابقا ولا أعتقد أن أحدا سيحدثكم عنها بما أراه في الأفق المنظور أنا لا أتحدث عن الغيب ولست عالما بالغيب لست عالما لا بكل الغيب ولا بجزئه إنما أنا ناقل أنا راوية حديث فقط نذهب إلى فاصل موسيقى نحن